من التقرير عمالي بشوف انه مثلا كلية القدس عمالها بترجع الثقة الكبيرة اللي كانت يمكن فترة السبعينات والثمانينات قبل ما يكون في عنا أعداد من الجامعات مهولة وكبيرة وبعدين كان الطلب يتوجهوا إلى الدراسة الجامعية كانت شهادة الكلية شهادة أيضا يعتد فيها وما زالت ولكن فيه ألق جديد تضيفه كلية القدس بعدين نذكر كمان ديالة انه احنا كمان أيام ونتائج التوجيهي كمان راح تظهر فهي كمان فرصة بدنا نحكي على موضوع نتائج التوجيهي بدنا نحكي على موضوع مثلا أعداد الطلاب ونحكي كمان على تخفيف البطالة من خلال كلية القدس صحيح طبعا اليوم للأسف في نظرة سلبية تجاه التعليم التقني والتدريب المهني ولأنه مرتبط بالجودة المتدنية والتحصيل الدراسي المتدني لكن هذه المشكلة ليست في الأردن فقط هي في عديد من دول العالم لكن الدول المتقدمة تنبهت لها المشكلة ولأثرها السلبي على النمو الاقتصادي لأنه التعليم التقني هو محفز أساسي للتنمية الاقتصادية فعملوا منظومة تعليمية تقنية متكاملة تضاهي بجودتها التعليم الأكاديمي فأصبح الطالب مثلا اليوم في بريطانيا الطالب المتميز المتفوق هو اللي بيجذبوا التعليم التقني والتدريب المهني فنحنا اليوم بكلية القدس عم نحاول نغير الصورة السلبية من خلال إعطاء جودة عالية جدا للتعليم التقني زي ما لاحظنا في التقرير إحنا استثمرنا استثمارات عالية جدا بالمختبرات عالية التقنية الأحدث واستثمرنا استثمارات كبيرة في التنمية البشرية في بناء كوادر مدربة حتى نقدر نعطي الأفضل بالتعليم التقني طبعا إحنا اليوم لازم ندرك الدور الكبير اللي بلعب في التعليم التقني والتدريب المهني في التخفيف من البطالة اليوم عنا تقريبا على مقاعد الدراسة في الجامعات ما يزيد عن 320 ألف طالب وللأسف عنا فقط 20 ألف طالب في الكليات مع أنه نسبة البطالة بين خرجين الجامعات تزيد عن 38% مقابلها 2% فقط نسبة البطالة بين خرجين الكليات في دراسة عملها الـ IFC اللي هو الدراع الاستثماري للبنك الدولي أثبتوا أنه حتى عملوها على الشباب في الوطن العربي ومنها في الأردن أنه الطالب الجامعي لما يتخرج يحتاج على الأقل سنة وإحنا بنعرف أنه يحتاج أكثر حتى يجد فرصة عمل مناسبة لكن خريج الكلية اليوم المشغل هو اللي بيبحث عنه لأنه عارف أنه هو صاحب مهنة وصاحب حرفة ومطلوبة جدا في سوق العمل فنحن لازم نغير الصورة طبعا بمحاور كثير لأنه أكيد هي بتخفف منها البطالة ولأنه الدراسات بتشير أنه في العشر سنوات القادمة رح يكون السوق يتطلب مهن مبنية على مؤهلات مهنية وتقنية وما رح يكون فيه أكثر من 70% تكون بيست على المهن ولن نحتاج فيها الشخص إلى مؤهلات أكاديمية